أعزاء المشاهدين البسمة تحاول أن تجد لها مكاناً وسط ملامح الحزن التي تكسو وجه كوكبنا الأرضي وطبعاً الجميع يبحث عن السعادة وينتهزون أي فرصة لكي ينفجروا الضاحكين وكل ما نرجو إحنا أن لا يكون هذا الضاحك من ذلك النوع الذي وصفه الشاعر العربي أبو الطيب المتنبي بأنه ضحك كالبكاء ودمتم سالمين راجل بلدينة جي في مدان التحرير وراح نايم على الأرض واحد قال له إيه اللي أنت بتهبب ده؟ جل أنا مسطح على المترو شفت اللي واقف على محطة المترو فايت أول قطر مش عايز يعدي تاني قد خبر ايه ما بتعديش يا عمدة؟ جلهم أنا مستنى المرحلة التالية طلب هذه الأغنية المشاهد سالم عزيز من مدرسة عمر بن الخطاب في الداخلية أعزاء المشاهدين راجعي لكم إن شاء الله أسبوع القادم أعزاء المشاهدين حتى ذلك الحين لكم من أجمل المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته